السلام عليكم ازايكوا احلى متابعين في الدنيا معاكوا عبيل من قناة منوعات بوتة النهاردة بنعرض اخبار الفن والفنانين والمشاهير فنبتدي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد معانا امي سمير غانم اللي تعرضت لهجوم شرس جدا على السوشيال ميديا وده بسبب ان هي ظهرت هي وحسن الرداد وهم على البحر هما الاتنين بيعملوا مقطع كوميدي وفيديو كوميدي على اغنية يا صفرة انا بقيت مراته وممتي بقى اتحماته طبعا ظهرت بلبس البحر بالميون وهو بلبس البحر وفي منتهى السعادة ونسيت الذكرى التانية لوالدتها يعني الايام دي هي ذكرى وفاة دلالة عبدالعزيز معقولة يعني بعد اللي دلال وسمير غانم الله يرحمهم عملوه لامي والدنيا والحسن الرداد ورامي ردوان وكانوا محتضنينهم زي ولادهم بالظبط يكون دوة اللي تستهلوا دلال ان انت في الذكرى الذكرى السنوية بتاعت ممتك ان انت تطلعي على البحر تعملي مشهد كوميدي وانت بتصيفي وبتتحكي وبتغذري وكأن ما فيش اي حاجة خالص طب فين ذكرى ماما فين الحزن الشديد جدا اللي انت كنت عاملاه فين الهستيريا اللي انت كنت فيها على وفاة دلال وسمير الله يرحمهم معقولة الناس بتنسى قوي كده يعني الزمن بينسي البني قدمين حتى اهليهم حتى الذكرى السنوية لا طبعا مش اي حد بينسى لان فيه ناس بتفضل تفتكر اللي رحلوا بعشرات السنين بيفضلوا جواهم وبيفضلوا فكرينهم وبيتقلموا في الايام بتاعت الذكرى بتاعتهم فلله الامر من قبل ومن بعد معانا الخبر التاني وهو سمية الخشاب اللي ظهرت في مقطع فيديو بترقص زي فيفي عبدو بالزبط هي تقريبا لقت الاضواء مش عليها والناس نسيتها فحبت تقولي للمنتجين والمخرجين لا ده انا موجودة وده مقطع رأسه وبصوا لي شوية وخلي بالكم مني شوية انا محتاجة اشتغل بس بصراحة مقطع ساخر جدا ما ينفعش لفنانة في شهرتك ولا في سنك تقريبا كده ان هي بتتعلم من فيفي عبدو الخبر التالت اللي معانا وهو اسمة ابراهيم والحفلة الكبيرة اللي عملتها لطلاقها حتى الطلاق بقوا بيعملوله حفلات اطلاقت من المغني او المطرب موسى اسمة ابراهيم دي مزيعة بتعمل برنامج مع الفنانين البرنامج دوت بتحاول تاخد تصريحات من دوت وتصريحات من دوت وتعمل فتنة بينهم هما الاتنين بحيث ان البرنامج يبقى ايه ترند الخبر التال الرابع معانا وهو اسمة شريف مونير واتغيرت تماما بسبب بعد ما طلعت بالبكيني والناس حجمتها كتير جدا فطلعت بالحجاب والتزمت وندمانا وبتقول انا اسفة وعذروني وحققوا علي وانا فعلا غلط ومش هتتكرر تاني وربنا بيقبل يعني طوبة عبدو ربنا يديهم جميعا ولو وصلت معايا في الفيديو الهنا يبقى اكيد عجبك الفيديو لو عجبك الفيديو عملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصلك فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا